اليوم معنا مجموعة أخبار من بلجيكا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا نبدأ بالخبر الأول وهو يتعلق بعنوان الفيديو قتل أبناء المسلمين في الغرب الخبر من بلجيكا حيث قتل الشاب أيوب أيوبي بطريقة بشعة بعد أن اختفى لمدة أسبوع طبعا لم يعلم مكان هذا الشاب لمدة أسبوع كامل والخبر شكل صدمة كبيرة لأقاربه ومحبيه في بلجيكا لكن الصدمة الأكبر عندما تفاجأت أسرة هذا الشاب بوجود كدمات وتعنيف على الجسد بعكس ما قالت الشرطة البلجيكية للقنصرية المغربية حيث أخبرتهم بأن سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات وركزوا على هذه الكلمة لأنها ستكون في خبر آخر قالوا هذا الشاب طبعا القنصرية المغربية احتجت فقالوا لهم يعني لا تقلقوا هذا الشاب مات بسبب جرعة زائدة من المخدرات الأسرة صدمت من هذا الأمر وهذه التهمة وقالت إن الشاب أولا لا يتعاطى المخدرات ثانيا هو شاب ملتزم وعلى خلق وطالبت بالتحقيق في صور في داخل هذا الخبر أنا لا أستطيع صراحة عرض هذه الصور صور بشعة للغاية لجسد هذا الشاب يعني هذا لم يمت أنا أقول لكم قولا واحدا هذا الشاب لم يمت بالمخدرات وعلى فكرة لو كان هذا الشاب يتناول المخدرات بصراحة يعني شكله بيكون واضح واضح إن شاب محترم وخلوق فعلا كما قالت الأسرة ولكنهم قالوا سبب الوفاة هو تناول جرعة زائدة من المخدرات والأسرة معها أدلة كثيرة كما قلت لكم الصور وأشياء أخرى وللأسف الشديد هذا فيه تستر على الجناء يعني بدل ما الشرطة المغربية الشرطة البلجيكية تحقق في هذا الأمر ويعني على الأقل يأخذ وقتهم حتى يكشفوا عن هذه الجريمة مباشرة تستروا على الجناء المجرمين الذين اختطفوا الشاب وقالوا قد مات بجرعة زائدة من المخدرات وانتهت المسألة إنساء الله سبحانه وتعالى أن يرحمه المؤسف أكثر وهذا أنا عاوز الناس اللي عيش في بلجيكا وأوروبا بصفة عامة تكلمني عن هذا الموضوع يعني موضوع المحامين في هذه الدول أنا اكتشفت أنه كثير من الأسر تقول بأن المحامي الذي يفترض أنه موكلوه هو أيضا يتعاون مع السلطات البلجيكية والشرطة ويتحجج ويتنصل من عدم الوصول إلى ملف القضية بين يد الشرطة في أخت سابقا أيضا من بلجيكا اعتدي على ابنها جنسيا والمحامي أو المحامية كانت أيضا هي مع الحكومة أنا مش فاهم إزاي يعني هل هذا المحامي أصلا مش فاهم يعني هذا المحامي المفروض أنا أجيبه يدافع عني يعني للأسف الشديد أنا ضد هذه المسألة بالمناسبة لكن أقول دائما المحامي يبحث عن طريقة أو ثغرة لإخراج الموكل من الورطة حتى لو كان هذا الشخص طبعا مذنبا وأنا أقول هذا لا يجوز شرعا أن يكون هذا الشخص بالدفاع عن شخص مثلا قاتل أو مجرم العجيب هنا أن الأسرة هذه مجنية عليها والمحامي يتعاون مع السلطات فهذا الخبر كما قلت لكم هنا صورة الهوية للشاب وكذلك صورة له وكذلك هناك صور أنا لو نزلت السهم شوية التحت هناك صور بشعة للغاية لجثة الشاب وأنا لا أعرف هل أعرض هذه الصور أم لا لكن بالمناسبة أترك لكم حرية الدخول على الخبر ورؤية الصور البشعة التي أنا لم أتحمل أصلا رؤيتها يعني وإن لله وإن ليه رجعون اللي عاوز يشوف الصور ويتأكد من هذه الجريمة يدخل على رابط الخبر في أول تعليق أو في وصف الفيديو نتقدم بخالص التعازي لهذه الأسرة الطيبة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذا الشاب وأن يتقبله في الشهداء